موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولادي وبناتي طبلاق مدرسة دار المعارف نهاردة إن شاء الله هناخد درس من الدروس النحو المقررة على الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني درسنا النهاردة بعنوان الميزان الصرفي تعريف الميزان الصرفي إيه هو الميزان الصرفي؟ هو عبارة عن نقياس جاء به علماء الصرف يعني إيه الصرف؟ إحنا عارفين طبعا إن علم النحو بيهتم بإعراب الكلمة موقعها من الإعراب أما الصرف بيهتم ببنية الكلمة وشكل الكلمة فالميزان الصرفي ده عبارة عن مقياس جاء به علماء الصرف لمعرفة أحوال أبنية الكلمة يعني الكلمة مكونة من إيه؟ ولما تبين بالبحث إن أكثر الكلمات العربية سليسية الأحرف فإنهم جعلوا الميزان مركب من سلاسة أحرف هي فعلة الفاء والعين واللين ليه بنقول إن الكلمات اللي في حياتنا كلها أصلها سلاسة أحرف؟ تعالوا مثلاً كلمة مكتبة هنلاقيها مشتقة من كتبة كلمة غسالة من غسلة كلمة من شار من نشرة يبقى الميزان بتاعي ثلاث حروف هم كلمة فعلة ولما بنيجي نوزن أي كلمة زي كلمة ضربة مثلاً بيبقى الميزان بتاعي هو فعلة طب تعالوا نشوف مثال على الكلام ده كيفية الوزن عند وزن الكلمات نراعي آتي أن الكلمة المطلوبة المطلوب وزنها بتقابل في الميزان كلمة فعلة مع مراعاة ضبط كل حرف بالشكل اللازم ليعمل حسابه في الميزان طبعاً الأمثلة هتوضح زي مثلاً كلمة ضربة ضربة لما بيجي هوزنها هتكون على وزن فعلة الضاد هتكون هي فاء الكلمة الراء هتكون هي عين الكلمة والباء هتكون هي لام الكلمة والتشكيل في الميزان لازم يكون مصبوط زي التشكيل في الكلمة بالضبط يبقى ضربة على وزن فعلة الضاد مفتوحة وهي فاء الكلمة تبقى الفاء مفتوحة الراء مفتوحة وهي عين الكلمة تبقى العين مفتوحة والباء مفتوحة وهي لام الكلمة تبقى لام الكلمة أيضاً مفتوحة وتبقى على وزن فعلة زي ما احنا شايفين أهو هنوضح أكتر ضربة على وزن فعلة الضاد هي فاء الكلمة الراء هي عين الكلمة والباء هي لام الكلمة حسنا فعلاء الحاء هي فاء الكلمة السين هي عين الكلمة والنون اللي في حسنا هي لام الكلمة وزي ما احنا شايفين حسنا التشكيل قدامنا عمل إزاي الحاء عليها فتحة السين ضمة النون فتحة يبقى الميزان هيبقى نفس الشئ فاعلاء نيجي نشوف علمة على وزن فاعلة العين عليها فتحة يبقى فاء الكلمة عليها فتحة اللام تحتها كسرة يبقى بيقابلها عين الكلمة تحتها كسرة الميم عليها فتحة يبقى بيقابلها لام الكلمة عليها فتحة طيب تعالوا نشوف الكلمات الزائدة عن ثلاثة أحرف احنا خلاص عرفناك وزن الكلمات اللي من ثلاث حروف خلاص على وزن فاعلة طب لو زيادة عن ثلاث أحرف هتبقى على وزن فاعلة إذا كانت الحروف زائدة عن ثلاثة أحرف أصلية أي أن الحرف الزائد لا يمكن الاستغناء عنه لأنه أصل فيه بناء الكلمة والمعنى مش هيستقيم بدونه هنزود لام أخرى على فعلة وفي الميزان زي ما احنا شايفين كده هيبقى الوزن فعلة زي ده حراجة إن الحرف الرابع عندي اللي هو حرف الجيم ما قدرش أستغنى عنه يبقى بزود في الميزان لام أخرى وإن كانت أصول الكلمة خماسية وده طبعا ما بيحصلش غير في الأسماء هزوء دلمين على كلمة فعلة زي سفر جل هتبقى على وزن فعل لل فين اللامين دول قدامنا لام مشددة واللام الأخيرة طبعا اللام المشددة دي عبارة عن إيه عبارة عن اللام اللي هي لام الكلمة الأصلية ولام أخرى واللام الأخيرة اللي احنا شايفينها دي يبقى اتنين لام على كلمة فعلة يبقى سفرجل فعلل زبرجت فعلل غضانفر فعلل وبنضغم إلا من في بعض لإن من جنس واحد لام ولان فبضغمهم في بعض وممكن ما يكونش فيه أي حاجة للإضغام زي مثلا كلمة جح مارش جح مارش هنا تبقى على وزن فعللل يبقى ما فيش داعي ان انا أضغم يبقى جح مارش على وزن فعللل والجح مارش يعني المرأة العبوز طبعا دي كلمات قليلة جدا في اللغة العربية اللي بتقول خماسية وإن كانت الزيادة في الكلمة ناشئة عن حرف أصلي بإحنا اتكلمنا لو الزيادة أصلية بزود لام لو الكلمة ربعية بزود لام لو خماسية بزود لمين طب افرد الزيادة ناشئة عن حرف غير أصلي اللي هي مجموعة في كلمات سألتمونيها الحروف دي حروف ممكن تزيد على الكلمة وتكون غير أصلية فإننا نزل من الكلمة أحرفها إيه الأصلية واللي بيزيد في الكلمة بزوده في الميزان ثم نزيد في الميزان الأحرف الزائدة في الموزون كما هي بضبطها الموجود في الكلمة يعني مثلا كلمة مقتول أصلها قتل التلت حروف الأصليين بتوعها قتل على وزن فعلة المادة الأصلية قتل على وزن فعلة طب كلمة مقتول هلاء الحروف الزيادة هي الميم والواو هروح مزوداهم في الميزان هزودهم في الميزان في نفس مكانهم يعني مثلا الميم زادت قبل فائل كلمة والواو كانت زايدة بعد عين الكلمة يبقى مقتول على وزن مفعول بنفس التشكيل شاركة أصلها شاركة على وزن فعلة ملاحظة مهمة جدا ونحفظها زي اسمنا ما يزاد في الكلمة يزاد في الميزان زي استخراجة إيه الحروف الأصلية منها برافو عليكم وخرجة الألف والسين والتاء طبعا خدنا المجرد والمزيد وعرفنا إن الألف والسين والتاء زيادة لما نيجي نوزن كلمة استخراجة نفس الحروف اللي زادت في الكلمة هنزودها في الميزان في نفس مكانها استخراجة زادت في بداية الكلمة يبقى هتبقى استخراجة على وزن استفعلة استخراجة استفعلة القعدة التانية ما ينقص من الكلمة ينقص من الميزان ما ينقص من الكلمة ينقص من الميزان زي إيه زي مثلا قف قف ده فعل أمر بعرف منين أصل الكلمة بجيب الماضي بعرف منين أصل الكلمة يا شباب بجيب الماضي يبقى قف أصلها وقفاء وقفاء يا ترى إيه الحرف اللي اتحزف عندي في فعل الأمر قف هو أول حرف يعني فائل كلمة فائل كلمة محزوفة تمام كده يبقى الواو بتقابل فائل كلمة في الميزان يبقى لما يجي أوزن كلمة قف أحزف فائل كلمة من الميزان يبقى قف على وزن عل قف على وزن عل حزفت الواو من وقفة والواو هي فائل كلمة يبقى هحزف الفاء من الميزان بتاعي يبقى وقف على وزن عين إذا كانت الكلمة بها حروف زائدة وحروف ناقصة يراعى وضعها في الميزان يعني أوقات الكلمة بيكون فيها حروف زائدة وحروف ناقصة زي كلمة الصفر طبعا الألف واللام التعريفية دي حروف زائدة على الكلمة والتاء المربوطة أيضا حروف زائدة على الكلمة يبقى الزائد أنا بزوده في الميزان يعني الكلمة كده أصلها صف طب يا ترى صف ده أصل الكلمة ولا في حرف محزوف هات الفعل الماضي عشان تعرف الحرف المحزوف وصفة وصفة الو بتقابل فاء الكلمة يبقى أنا أول خطوة هعملها إن أنا هرجع الحرف ده في الميزان الحرف اللي هو وصفة هرجعه هرجعه ليه عشان أعرف أنا هحزف فاء الكلمة ولا عين الكلمة ولا لام الكلمة إننا اللي زايد عندي في الكلمة هزوده في الميزان اللي هو الألف واللام والتاء المربوطة هزودهم أيضا في الميزان يبقى الصفة على وزن العلم جات إزاي يميس الصفة على وزن العلم زودنا الألف واللام والتاء المربوطة في الميزان وحزفنا فاء الكلمة زي ما هي محزوفة في الكلمة حزفناها في الميزان برضو من أمثلة ذلك قيل فعل الأمر من وقى وقى فعل ماضي الأمر من مطي عرفت أصل الكلمة من خلال الفعل الماضي وقى وعرفت كده أن المحزوف عندي هو إيه برافو عليكم فاء الكلمة ولام الكلمة واللي متبقى عندي عين الكلمة ومقصورة يبقى لما أجي أوزن برضو هحزف فاء الكلمة ولام الكلمة هيتبقى عندي عين الكلمة وبردو مقصورة يبقى قي على وزن عي إلى آخر الكلمات في اللغة العربية زين الكلمات الآتاني المسلمون المسلمون تعالوا نشوف هنعمل إيه المسلمون التلت حروف الأصلية هي سلمة سلمة على وزن فعلة يبقى عندي الحروف سلمة على وزن فعلة وبزود عليها الحروف اللي زادت عندي في الكلمة هزودها في الميزين في نفس مكانها اللي هما الألف واللام والميم الأولى دي والواء والنون يبقى المسلمون على وزن المفعلون المفعلون تعالوا نشوف كلمة الإخلاص على وزن إيه خلصة خلصة على وزن فعلة يبقى الحروف الزايدة اللي عندي هزودها برضو في الميزين يبقى الإخلاص على وزن الإفعال الإفعال المدرسة الشروف الأصلية عندي درسة درسة على وزن فعلة على وزن فعلة تمام؟ طب إيه الحروف الزايدة؟ برافو الألف واللام والميم والتائل مربوطة يبقى المدرسة على وزن المفعلة المفعلة نشوف كلمة الطالب الأصل إيه؟ إيه الكلمة الأصلية؟ برافو عليكم الحروف الأصلية طلبة طلبة اللي بيزيد في الكلمة بزوده في الميزان يبقى الطالب على وزن إيه يا شباب؟ برافو عليكم والفاعل الحروف اللي زايدة في الكلمة زودتها في الميزان في نفس مكانها وبنفس تشكلها يستقيم الحروف الأصلية قايمة قايمة هم دول على وزن فعلة قايمة فعلة يبقى يستقيم على وزن يستفعل يستفعل جميل قوي مخرج طبعا الحروف الأصلية خرجة على وزن فعلة ايه اللي زايدة عندي؟ الميم في أول الكلمة يبقى هزود عندي في الميزان ايه؟ برضو الميم في أول الكلمة يبقى مخرج على وزن مفعل مخرج على وزن مفعل يقاتل يقاتل الحروف الأصلية هي قتلا قتلا يبقى نفس الشيء هزود الحروف اللي عندي في الكلمة هزودها في الميزان في نفس مكانها أو بنفس تشكلها يبقى يقاتل على وزن يفاعل يقاتل على وزن يفاعل تعالي نشوف قينا قينا طبعا دي فعل أمر قينا أشوف أصل الفعل قي وقى وقى يبقى أنا محزوف عندي إيه محزوف عندي إيه من وقى وقى الواو محزوفة والألف اللي هنا محزوفة يعني فاق الكلمة محزوفة ولام الكلمة محزوفة ومتبقى عندي عين الكلمة بس يبقى أنا كده حزفت فاق الكلمة وحزفت لام الكلمة يبقى في الميزان برضو هيتبقى عندي إيه عي عي جميل قوي طب إيه اللي زايد عندي هنا برضو عشان أزوده في الميزان نا ضمير نا المفعولين هزوده برضو في الميزان يبقى قينا على وزن عنا حزفة فاء الكلمة وحزفة لام الكلمة بقت الكلمة عندي قي زودت اللي موجود عندي في الكلمة زودته في الميزان يبقى قنا على وزن عنا طب خز الأصل منها إيه إيه الحروف الأصلية الثلاثة بتوعها أخذ أخذ جميل أوي يعني عندي فاء الكلمة محزوفة يبقى خز على وزن إيه أحزف الفاء من الميزان وشكلها بنفس التشكيل يبقى خز على وزن عل خز على وزن عل وهبة كلمة أصلية بحروفها لا زيادة ولا مقصان يبقى وهبة على وزن فعلة التعريف الكلمة الأصلية عريفة عريفة على وزن فعلة يبقى الحروف وما فيش حروف محزوفة في حروف زائدة يبقى هزودها في الميزان التعريف التفعيل العليم الحروف الأصلية هي علمة برضو ما فيش حروف محزوفة عندي أصلية في حروف زائدة يبقى العليم الفعيل الفعيل يزن يزن حلو قوي يزن هات الفعل الماضي عشان تعرف الحروف الأصلية وزن يبقى عندي إيه اللي محزوف فاء الكلمة يبقى أحزفها من الميزان هحزفها من الميزان هحزف الفاء من الميزان وعندي إيه مضارعة هزودها في الميزان يعني اتفقنا ما يحزف من الكلمة أو ما ينقص من الكلمة ينقص في الميزان وما يزيد في الكلمة يزيد في الميزان القعدة دي لو حفظناها وطبقناها هنوزن الكلمة بالمزبوط بدون أي خطأ يبقى ما يزيد في الكلمة يزيد في الميزان زي ياء المضارعة وما ينقص من الكلمة ينقص من الميزان زي فاء الكلمة هنا في الكلمة دي يبقى أحزف فائل كلمة وزود ياء المضارعة يبقى يازن على وزن يعلي بنفس التشكيل يلي الزايدة دي مفتوحة عين الكلمة مقصورة يبقى يازن على وزن يعلي يازن على وزن يعلي المربوطة المربوطة الفعل أو الكلمة الأصلية اللي من ثلاث حروف ربطة على وزن فعلة ما فيش حروف محزوفة فيه حروف زائدة يبقى ما يزيد في الكلمة يزيد في الميزان المربوطة المفعولة البناء البناء تعالوا نشوف كلمة البناء الهمزة دي يا شباب أصلية الهمزة دي أصلية هنقول البناء على وزن الفعل هي أصلية يعني منقلبة من أساس الكلمة الهمزة هنا من أساس الكلمة تمام؟ أو بمعنى أصحية منقلبة عن أصل اللي هي الألف الفعل أصله بنى الباء موجودة والنو موجودة والهمزة دي منقلبة عن أصل يعني من أساس الكلمة يبقى أنا هزود إيه؟ هزود الألف والليم وهزود المد بالألف يبقى البناء على وزن ألف عال ألف عال